افتتح الأمين العام النائب بوزارة الانتاج والريو وتجهيز المعدات الزراعية أعمال الورشة الخاصة بناقشة واعتماد النصوص القانونية التي تجهد تنفيذ واستعمال البذول في جات عائشة أحمد دوبي إن تحسين نوعية الانتاج الزراعي وتوفير مواد غذائية ذات قيمة عالية هذا ما تسعى الحكومة الجادية إلى تحقيقه عبر وزارة الانتاج والريو المعدات الزراعية وشركائها مما أسفر عنه هذه الورشة لاعتماد النصوص القانونية التي تجهد تنفيذ واستعمال البذول في جات حيث استحلت أعمال الورشة بكلمة مسؤول المشروع العملياتي لقطاع البذول في جات سانغو جو الذي شكر الهكومة لاعتمادها قانون تنفيذ البذول والذي سيسحل للمزارئين مزاولة أعمالهم مما يسهم في تطوير القطاع الزراعي بشكل عام الأمين العام النائب لوزارة الانتاج والريو المعدات الزراعية كاكني بومبيه قال إن بلادنا تشاد من العان فصائدا تقوم بتطبيق وتقييم كل ما يتعلق بمجمل الأوضاع الزراعية وخصوصا استعمال الأسمية المخصصة للأقسام الزراعية وترشيد المزارئين بطرق التعامل معها كما طلب من المشاركين الوقوف على كافة النصوص المعدة للمشاريع الزراعية كي تساعد على الإنتاج وفق توجهات المرشدين المعنيين بالإنتاج الزراعي وأصحاب المزارع والحقول إضافة إلى عمل والتقييم المعايير في المستحضرات عبر تكوين لجنة وطنية لبلورة ومناقشة النصوص واعتمادها